بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الحادي والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها وقد وقفنا عند قوله وليعلم الذين نافقوا ذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة فيما أصاب المسلمين يوم أحد أنه ابتلاء واختبار ليتميز المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق الذي يتظاهر بالإسلام ثم إذا جاء مصيبة أو جاء شدة فإنه ينقلب على عقبيه ويظهر نفاقه كما قال سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فهذا هو فرق ما بين المؤمنين المؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين أنه عند المصائب يصبر المؤمن ويثبت ويعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره وأنه بذنبه فيتوب ويا المنافق يظهر نفاقه وكذبه في دعوة الإيمان فيتكلم بالكلام السيء ويعترض على الله جل وعلا ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين ولهذا قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا هذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد لقاء المشركين الغزاه حصل من ابن أبي عبد الله بن أبي رأس المنافقين حصل منه كلام واعتراض فقال يدعو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رأيي ورأيه ويخرج نزولا على رغبة الآخرين ثم إنه رجع من الطريق ورجع معه ثلث العسكر من المنافقين فاعترضهم عبد الله بن عمر بن حرام الأنصار رضي الله عنه فحاول معهم أن يرجعوا وأن لا يتركوا نبيهم وأن يجاهدوا في سبيل الله فأبوا وأصروا على الرجوع فعند ذلك تركهم وقال إن الله سيغني نبيه عنكم هذا معنى قوله تعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنصره أو ادفعوا إن لم تقاتلوا فتكونون ردءا للمسلمين إذا رآكم العدو يهابكم تكثرون عدد المسلمين أمام العدو وقيل معنى أو ادفعوا أي ادفعوا عن المحارم وعن البلد إذا لم تدخلوا المعركة مع المشركين فعلى الأقل دافعوا عن البلد وعن الحرمة فكان جوابهم أن قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم قاله ابن أبي قال ما أظن أنه سيحصل قتال بينكم وبين الكفار وهذا من باب الكذب والسخرية وإلا فكيف يرى أن جموع المشركين محيطة أن جموع المشركين قائمة في مكان المعركة وجموع المسلمين تقابلها ويقول لا أظن أنه يحصل قتال لو نعلم قتالا لاتبعناكم فهذا عذر بارد وعذر كاذب يعتذر به في رجوعه فالله جل وعلا بين السبب وأنه ليس السبب أنه لا يرى أنه سيكون قتال وإنما السبب أنهم للكفر أقرب منهم أنهم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان أن الذي سبب لهم هذا هو قربهم من الكفر وسبب انصرافهم ورجوعهم هو أنهم أن فيهم النفاق الذي هو قرين الكفر قرين الكفر بالله عز وجل هم للكفر أي إلى الكفر يومئذ أي في وقعة يحد أقرب منهم للإيمان أي إلى الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وقيل إن الآية في من كان مؤمنا ثم نافق مع عبد الله بن أبي ورجع معه فسبب ذلك ضعف إيمانه أن إيمانه كان في الأصل ضعيفا ومهزوزا فلما رأى المنافقين ظهر ما عنده وظهر ضعف إيمانه وقربه من الكفر كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير ويطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه فهكذا المنافقون في وقت الرخاء يظهرون الإيمان والإسلام وأنهم مع المسلمين وفي وقت الشدة ينحازون إلى الكفار هم للكفر يومئذ أي إلى أهل الكفر أقرب منهم لأهل الإيمان فهم إذن مع الكافرين ولكنهم تظاهروا بأنهم مع المسلمين في حالة الرخاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم هذه آفة ثانية أنهم يقولون بأفواههم ما يقولون بأفواههم من تظاهر بالإسلام وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ما ليس في قلوبهم من الإيمان والاعتقاد وهذه طريقة المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فالله سبحانه وتعالى بين الآفة التي أصابتهم في رجوعهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليهم عن نصرة المسلمين مع أنهم ينتسبون إليهم أنهم خذ لهم النفاق ورجع بهم الكفر الذي في قلوبهم رجع بهم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل وإن كانوا يتظاهرون ويقولون بألسنتهم بأنهم مسلمون وأنهم مؤمنون وأنهم مع المسلمين لكن لما جاء الاختبار والمحك ظهر ما عندهم وفي قلوبهم من الكفر الذي يخفونه يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الله لا يخفى عليه نفاقهم ولا يروج عليه كلامهم الذي يتلفظون به ويتجملون به عند الناس فهذا لا يروج على الله سبحانه وتعالى فالله أعلم بما يكتمون من نفاقهم ولذلك أظهره علانية باختبارهم في هذا الموقف الصعب نسأل الله عز وجل أي عافينا وإخواننا المسلمين من النفاق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسأل الله نسأل الله